بسم الله الرحمن الرحيم من الأدعية الجميلة التي استوقفتني وهي تنسب لأحد كبار الأولياء ويقال ممن جربوا هذا الدعاء صباحا أن فيه فتحا لباب الرزق والدعاء فن وذوق وإحساس كم من مرة دعونا الله تعالى بأدعية خرجت من قلبنا وتمنينا أن نكتبها فهناك أدعية سبحان الله موفقة ومن هذه الأدعية هذا الدعاء يقول أصبحت لله ضيفا والله للضيف يغني أحسنت بالله ظني أن يكشف السوء عني يا عالم السر مني لا تكشف السطر عني ثم يقول يا الله يا الله يا الله فهذا الدعاء جميل وفيه معنى عظيم أن نكون لله ضيوفا والله كريم يحب إكرام الضيف والله كريم يحب إكرام الضيف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة